كابتر حسن لو حضرتك مدرب لمنتخب مص الأول وحضرتك عندك مع أسكر لمنتخب مص الأول بكرة سميلي خمس أسماء تاخدهم من الدورة بكرة معك في المنتخب لا هو أخذ الخمسة المحترفين سداني صعب الأمور صعبة جدا الأمور صعبة أوي يعني بالمستوى يعني صعبة أوي بيقولك خمسة من المحترفين همنا خمسة المحترفين إنت ديجي البلس دلوقتي يعني نادي الآيالي ونادي الزمالك بالأداء دوت الأداء ده وبقالهم بتلات أربعة ومتشان نفس القصة بيكسبوا معلش محترام لكل الأنداء يعني بتكسب واحد في الدقيقة تسعين ويجيب جول والناس تفرح وبلاس تسعين النادي الآيالي بيجيب وناس الزمالك بيجيب بلاس تسعين يا جماعة معلش محترامي في فرق ما بين لعبت الآيال والزمالك وبيراميدز وفيوتش لا يعني احنا كل الأنداء التانية ديجي تحتيهم لا التلات أنداء دولا كبار كبار أوي من اللعبة الجبيرة من اللعبة الجمدة في كل حاجة فأنت تيجي بالأداء دوت بيراميز بتتغلب بتتغلب المطش اللي فات والنادي الآيالي بيتعادل وإذا مالك بيتعادل طب أنا كمدير فني لو أنا مدير فني بتاع المنتخب مصر أعمل ايه؟ أخطر مين؟ وهي مشكلة مش في النتائج كمان هي مشكلة في الأداء ما أنت ممكن تلعب مطش حلو قوي وتعبع عندك المطش حلو قوي وبتتعادل خلص توفيق لكن أنت كمان الأداء مش حلو بالضبط أن أنت مثلا بتعمل يعني مثلا زي إمام كان السنة اللي فاتت كان بيعمل أقصى طاقة عنده حيوية بيروح بيشوت بيعمل كل حاجة فكان واحد مبسوط بي صحيح أنت فهم؟ أما السنة دي إمام عنده مشاكل في الجنجومة شوية بس لأ إمام عمل شوية مطشات حلو مطش اللي فاتت كان عام به حلو جدا يعني اللعب الكبير طبعا أنا عايز أسأل سأل سأل اللعب الكبير يلعب أربع خمس مطشات كويس ويقع مطش أتفهم معاك ولا يلعب مطش مطش أتفهم معاك أنا اشترحها أبقى دي مشكية كل العيبة اللي في مصر هو اللعب الكويس إنما أنت تيجي تقول على لعب كويس لما يديني موسم جامد ويكسبني بطولة صح أنا بقالي أنا كواحد كنادي زمالك مثلا بقالي سنين ما خدتش بطولة أفريقيا أنت عايز تغير عقدك ليه وبتغير لهم ليه واللي عايز يمشي يمشي صدقني مش فارق يعني بين شرق يمشي أي حد سياسي أي حد هيمشي النادي الزمالك هيفضل مستمر في خطه أو النادي الآله أنت جاي شاير في قلبك النهار ده قوي أنا فضل لي ديئة وعايز أخذ بقى من الكابتن أمير حراك مدرب حراس مرمى منتخب مصر أول عندك مع أسكار بكرة تاخد من ثلاث حراس مرمى على دوق ما شاهدته من مباراة في الدورة حتى هذه هاخد الشناوي واخد عواد وهاخد أحمد الشناوي أحمد الشناوي دول بس بس هو طبعا الكابتن أمير طبعا بس لا مسعود أبو السعود صراحة بقاله كابتن طارق من ساعة مريق جي كابتن سليمان لما ضرب أبو السعود ماشي بشكل كويس كويس جدا 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 يعني دولة اللار بحراس تهيالي دولة